اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن مملكة البحرين ومنذ عصور طويلة تعد نموذجا ناجحا يحتذبا في التسامح والتعايش والمحبة بين مختلف الأديان والمذاهب جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصل صخير هذا اليوم المطران كاميلو بالين راعي الكنيسة الكاثوليكية في أبرشية شمال شبه الجزيرة العربية بمناسبة زيارته للمملكة ورحب الملك المفدى بالمطران كاميلو معربا عن تقديره للجهود الطيبة التي يبدلها في المجالات الإنسانية وتعزيز قيم الخير والمحبة والتسامح وأكد جلالته أن مملكة البحرين تفتخر بأنها تحتضن كل الديانات والمذاهب كأسرة واحدة مترابطة ومنفتحة على العالم بفضل وعي شعبها الذي يتميز وعبر تاريخه العريق بروح التسامح والمحبة والترحيب بأهل الديانات الأخرى انطلاقا من تحضره وتواصله مع الجميع منوها العاهل المفدى بأن المملكة تعمل على الدوام على تعزيز قيم التسامح والتعايش بين جميع الديانات وترسيخ نهج الاعتدال والتسامح ونبذ التعصب والتشدد وتعظيم قيم الدين الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى إشاعة المحبة والسلام والتعايش بين بني البشر وخلال اللقاء استعرض صاحب الجلالة مع المطران كاميلو بلين عددا من القضايا التي تصهم في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني بين أتباع الأديان السماوية والتزام نهج الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والغلو مشيرا جلالته في هذا الجانب إلى المبادرات الرائدة لمملكة البحرين في استضافة المؤتمرات والملتقيات التي تعزز التقارب والحوار والعيش المشترك بين الديانات وضمان الحريات الدينية وقد أعرب المطران كاميلو بلين عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على ما يحظى به جميع الديانات في مملكة البحرين من تقدير ورعاية واهتمام مؤكدا أنه بفضل قيادة جلالة الملك فإن البحرين تحتضن الجميع دون تمييز في مجتمع متحاب ومتكاتف واعتبر المطران كاميلو أن مملكة البحرين تعد من الدول الرائدة في المنطقة في تسامحها الديني مع الديانات والمعتقدات الأخرى وأن تاريخها غني بالتواصل وقبول الآخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر